بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب الإيلاء والظهار واللعان الإيلاء وهو محرم في الإسلام فالإيلاء أن يحلف بالله على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء أمر بوطئها وضربت له أربعة أشهر فإن وطئ كفر كفارة يمين وإن امتنع ألزم بالطلاق لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم الظهار والظهار أن يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته فهو منكر وزور وليس بطلاق وإنما هو يمين مكفرة ولا تحرم الزوجة بذلك لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا إلى آخر الآيات فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور اللعان وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف ثمانون جلدة إلا أن يقيم البينة أربعة شهود عدول فيقام عليها الحد أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف وصفة اللعان على ما ذكر الله في سورة النور والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات فيشهد خمس شهادات بالله إنها لزانية ويقول في الخامسة وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تشهد هي خمس مرات بالله إنه لمن الكاذبين وتقول في الخامسة وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإذا تم اللعان سقط عنه الحد واندرأ عنها العذاب وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان والله أعلم أحكام مهمة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث متفق عليه وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وقال تعالى ويل لكل همزة اللمزة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم رواه مسلم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر